بسم الله الرحمن الرحيم هلا بيكم ابناء الطلاب طلاب مع حصة جديدة من حصة مع شريف الهواري يا رب دايما بخير يا رب يا ولاد تكونوا فهمتوا الدرس اللي فات والدروس اللي فاتت كلها وطبعا مستني منكم تعليقاتكم انا عارف ان اليوتيوب قفر علينا اه التعليقات في الفيديوهات لكن طبعا عندنا جروب الفيسبوك يلا بقى جاهزين معي هنبدأ النهاردة اخر لسن في بعد معرفنا اه الفلاور ان سيدز وعرفنا ان الفلاور responsible for the formation of seeds and the formin new plant. الفلاور هي المسؤول عن تكوين السيدز وان هي تكون new plant اه والربروداكشن طبعا الراس الراس بلاور responsible for reproduction of plant ان هو اللي تقاثر يعني يا ولاد. and the formin new new plant. نايس بقى نعرف What about seed dispersal يعني كلمة يعني انتشار او نصري يعني نحنا ننشر بقى السيد زيت البذور دي عشان تنتشر في في السعيل وتكون نيو ايه نيو بلانت تعالوا نبصك مع بعض خلي بالكم معي طبعا عارفين ان طبعا اولا يا مصر هطلع السيدز دي ازاي لازم انا اساسا اكون بلانت عندي انرجي عندي طاقة انا جبتها من الفود طبعا يا ولادي عملية متكاملة اه البلانت دو هتكون الفود بتاعه فطبعا الفلاورز والستم والروت كله استفاد وكمان الفلاور هاي استفادت اما تمطلع عنا السيدز وبعدين لازم يحصل حاجة بعدها اسمها السيد دي سبيرسل واتس منت باي سيد دي سبيرسل الديفينيشن بتاعها يعني من بليس يا مستر ليه ليه مكان تاني ده معناه السيد دي سبيرسل طيب ازاي يا مستر السيدز دي بتتنقل سيدز ترانسفير باي ديفرانت ميثودز ايه هما ديفرانت ميثودز دي طرق مختلفة دي تعالوا نشوف ممكن يكون البلانت دوت آآ ووتر بلانت او اكواتيك بلانت يعني ايه اكواتيك بلانت يعني نبات مائي طب هيتنقل ازاي يعني طبعا اكيد المية يا ولاد هي اللي هتقوم بالدور ده يعني خلي بالك كده يبقى طبعا بيحصل فيني الكلام ده طبعا لو بيسموه باسم الزنبك المياه او الماء يبقى السيدز دي بتتنقل عن طريق مين يا ولاد عن طريق الووتر ممكن يجيلي في الامتحاني زي يا مستر السؤال ده هيجي يقول لك كده يقول لك او هتقول له ايه باي ووتر باستخدام مين يا ولاد الماء طيب في طريقة تانية يا مستر اه طبعا في طريقة تانية ايه هي الطريقة التانية اللي هي عن طريق الهوى طبعا دي يا ولاد اكيد بتحصل في فاكنين كنا بنقول عليه بتاعته الشبه اللي لدي لدي الامم اما بقى الزيتز بتاعته تنيلي زي اطني الي زي ترونسفير باية اير لايك ماين بلانت لايك مابل سيد كلمة مابال سيد زيلاوا اه نبات اسمه القيقب اه النبات ده بيسموه اسمه مابل سيد في بعد كده دندلاين سيدز اللي هي الهندباع شو النوع من الانواع النباتات اه دندلاين سيد واه مابل سيد والباين بلانت سيد طويق ال Иال estadونسفير ترونسفير باية يلا نكمل طب مستر كده ادي فيه طريقتين بيعملونا طيب فيه طريقة تالتة يا مستر اه طبعا يا ولاد عن طريق حركة بصوا الصورة دي كده شايفين الصورة هنا الانيمالز بتتحرك طب يا مستر ايه المشكلة يعني ما هو السيدز دي بقى ساعات يا ولاد بتلزق في جسمهم في رجليهم وهو ما هو بيتنيره كده السيدز دي بتوقع على الارض وتعمل طبعا يبقى مسلا لو قالك هتقوله طب فيه طريقة تانية فيه طبعا آآ طبعا النبات ده ان السيدز بتاعته اسمه بزول بتاعته ما لا يعني بتلتصق بتتعلق بالملابس بتاعت الانسان او الفراء بتاع الحيوان وطبعا تتنقل بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليه كده اخدنا كم طريقة تنقل يا ولاد فيه كم طريقة من السيدز برسل باي اير لازم تحفظ كل تبع عارفوا كويس نومبر ثري باي انيمال ايتنج سيدز يعني ممكن الانيمال اللي بتاكل السيدز تاني السيدز زي مستر تعال اقول لك ممكن تعمل لها يعني تبسك يعني بتلح من فماها يعني وهي بتاكل تروح من ازليها تاني آآ تبسك تمام وترميها على الارض او مسلا آآ عن طريق الوستس بتاعتها الفضلات بتاعتها هنغروم بالتفصيل تعالوا معي يلا خليكم معي حاجش يسرح بس لهم معي from the previous information we can conclude that seeds are transmitted by different methods صح كده ازاي بقى مستر by the movement of water by the movement of wind طبعا by attaching to the human cloth اتصاقها او التصاقى ملابس الانسان is taking to the animal fair تلزق في الفير بتاع الانيمالز الفرو بتاعها يعني يا مستر يا اما تكون في الاكل بتاع الانيمالز ولما تتخلص منها عن طريق ايه البسك طبعا آآ بينج ايتين اند جيتين ديجيستد بايزا ديجيستف سيستيم ذين كومنج اوت ازا السولد يعني ممكن تطلع مع السولد يعني شو تبقى طرق النقلة تيجي ازاي? افضل طريقة اللي هي نقل السيد او نشر البزول بتاعتنا. فطبعا هنا يعني جابوا بقى طبعا جابوا مسلا آآ جابوا يعني كأن جابوا مسلا سجادة يتعتبر هي الفروة بتاع الحيوانات. آآ جابوا مسلا اوعاء في مية. خلاصة الكلام في ايه طبعا مش هجيلك يقول لك ابدا بس كل الفكرة احنا عايزين نوصل ده. اللي هو ايه يا ولاد? اللي هو ايه بقى الخلاصة اللي انت طلعتها من ده? اللي هو ايه هو الموديل اللي انت عملته ساعدك في تجربة دي اللي هو انتشار البزور دي? اللي هو طبعا ان احنا يا مصر استخدمنا الخرز او الترتر ده. عن احنا كنموذج يعني للسيدز. اللي هي تلزق طبعا في جسم الانيمال. طيب what kind of seeds do you think are most easily transported? تفتكروا يا ولاد اي نوع من انواع السيدز تتنيل بسهولة. تقول يا مصر اكيد تكون خفيفة خشنة شوية كده او رنكلت. طبعا وكي يجري في هنقول لي سهلة في النقل. هتقول له ايه? خفيفة وخشنة. يلا نكمل. ممكن كمان يقول لي هل انت الموديل بتاعك دوت اللي انت عملته? زي ما انت توقعت? طبعا تقول له ايه? طبعا يعني هو انا انا بكافينا على دي ومش يجي اسألك السؤال زي كده على وانت اصلا ما تعافش اي بتاعتها. بس انا بحاول نعرف معلومة عن حاجة احنا اكتشفناه. فحلا اكتشفنا ان اللي هي البزول المجعدة اللي هي الراف دي الخشنة دي بتلزق في بس في حاجة انا متوقعتهاش اللي هي ايه? ايه? اشدها واقاحة. طبعا دي كده حاجة خطأ. لازم تكون سهلة زي ما بتلزق بسهولة سهلة ان هي كمان توقع من جسم الانيمال. ازاي تحسن المستوى بتاعك دوت او الموديل ده. طبعا طبعا آآ طبعا لازم نعيد الخطوات تاني. وطبعا بمحاولات اكتر. او استخد المواد اكتر عشان قدرك تشفت آآ بتصورة ايه? افضل يا بنات. آآ بكده خلصنا اللي بتاعنا. في جزء طبعا يا بنات زي كده برضو او يعني يعني ملخص بالكامل. نقدر اللي احنا نستفيد به. وطبعا نعتمد عليه كامراجعة. طبعا فكرنا تاني بالبيزيك نيتز اوف بلاند. وطبعا الهير روتس وبكلمنا عن كل كل نوات نقدر اللي احنا نرجع. انتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.